وضرب الجزاء صحيحة عشان الناس اللي اتكلمت في الجدل رجل اهمال في اخر دي امطلع ايديه بره جسمه ومساحة وقت كافي او وقت كافي ان هو ممكن يلم ايديه اهمال كبير جدا من المدافع فضربة الجزاء صحيحة وطبعا يعني علامات استفهام كتيرة قوي على اداء الاهل مفيش مش بتكلم في ان المدرب بياخد وقته بتاعنا معاكو في كل الكلام ده المدرب بياخد وقته ومدرب لازم ياخد فرصة عادلة ان هو يثبت نفسه وكل الكلام ده كله لكن يا جماعة مفيش سيستم لعب للاهلي وهو معاه كورة يعني مفيش يعني مش قادر الاقي الشغل اللي معمول في الترينينج جراوند او معمول في ملعب التتش اللي بناءنا عليه الفرقة دي بتنزل تلعب بسيستم واضح انت النهاردة النادي الاهلي بيلعب بتلاتة وره صح؟ بيلعب بتلاتة وره وبيلعب بكريم فؤاد وينج باك نهيت الشمال راجل ايمن راجل ايمن قافل على طول انت بتلعب قدام فرقة عاملالك كسافة دفاعية ومديقالك الخطوط ومديق المساحات مفروض المدرب شغلته ان هو ازاي ان هو يفتح المساحات دي عشان تفتح المساحات دي لازم يكون عندك اتنين وينج باكس لو بتلعب بتلاتة يكونوا فتحين لك الملعب على الاخر عشان يقدر يستريتش الديفنس بتاع فرقة اللي قدامه يا اما يا اما وانت بتحضر اللعب الوينج باكس ده بيخش الجوة وده بيحصل قلال جدا في خمسة والوينج هو اللي بيسقط الراجل اللي بيلعب قدامه هو اللي بيسقط يستلم على الخط عشان تحطه في مواقف واحد على واحد يقدر ان هو يعدي لكن انا خلي بالك ما بتكلمش في امكانات لعيبة وما بتكلمش في النسوارش لم ينجح لا انا بتكلم انا النهاردة لما باجي اتفرج علامات شكورة واحلله لان دي شغلتي شغلتي ان انا احلل المطش اجل ما اجي احلل المطش بحاول افهم اول حاجة ايه الجيم بلان بتاع المدرب المدرب اللي موجود ده ايه الجيم بلان بتاعه فالنهاردة الموضوع واضح وصريح فرقة المقصة نازلة واقفالك وبتلعبك على هجم المرتدة بتلعب بديب ديفنس بتلعب قط تدفع متأخر واقفين بيرحاله بشكل كويس على قد امكانياتهم يعني الناس بتكتهد وبتحاول ولكن النهاردة فين شغل النادي الاهل هو معاك كرة وتحرقات اللعيبة فين اللعيبة النهاردة انت النهاردة بتلعب بتلعب تلاتة وراء ايه الادوار ان انت مديها للسنتر باك اللي نعيده كرة او لعيب قلب الدفاع لنعيده كرة لما الكرة تروح للوينج باك لنعيده كرة ايه شغلته مش واضح ايه شغلته في بداية الهجمة ازاي ان انت النهاردة الراجل بتفضيله بتفضيله مثلا عشان هي في لعبة قربة بين الخطوط اللي هو الشغل اللي بنشوفه مثلاً مع بيرامدز لما بيلعبه فرقة بتلعب بكسافة دفعية طبعاً ممكن قوالتي تلعيبها بتوع بيرامدز أعلى أنا معاكو لكن النهاردة بعد فترة من وجود سوارش في النادي الأهلي أنا شايف إن هو عنده مشكلة كبيرة جداً في إن هو يفك تلاصم الكسافة الدفعية الأهلي فرقة هتلعبه بالشكل ده وإنت في دوري خلينا نقول 70% من الفرق بتاعت الدوري الممتاز بتلعب الأهلي والزمالك كده بتلعب الأهلي والزمالك كده فأنت النهاردة لو المدرب ما عندوش خبرة إزاي إن هو يفك كسافة دفعية هتبقى دي مشكلة كبيرة جداً لإن خلي بالكو الشغل ده بيبان في المرعب على طول بيبان يعني إنت أول لما تتفرج تتفرج على فرق بيرامدز مثلاً ممكن تقول سلبيات عليها أنا مش أبتكلم أكان أو ما تتفرج هتشوف إن في شغل في بداية الهجمة الناس لو بتلعب بسنترباكين إن إزاي إن هم بيشتغلوا إن الباك رايت والباك ليفت بيبقوا معلقين والإتنين الوينجرز بيخشوا لجوه في البوكتز إزاي إن هو بيخلي الوينجرز ساعات إن هم يخشوا لجوه والراجل اللي ها في نقيقة القرى هو اللي يجري على الجناح وتتلعب في القلب ما بين الخطوط إزاي بيوسع الفرقة اللي قدامه بيكبرهم إن هم المسافات ما بينهم بتوسع عشان يقدر نويلعب القرى ما بين الخطوط أنا مش شايف الكلام ده في نادي الأهلي ما هو الأهلي ممكن يكسب واحد صفر آخر دقيقة لكن عامل جين فيه شغل مدرب مقنع لأي حد بيفهم كرة لأي حد بيفهم كرة إنما أنا مش شايف أنا شايف إن كرة بتوصل لمكسوني مكسوني بيحاول يلف الكرة تطقطع وبعد كده مش قادر مش قادر أفهم إيش الشكل الهجومي بتاع النادي الأهل لكن برضو مش عايز أقلل من المجهود اللي المقص عملوه